تفقد القائد العام للقوات المصلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية الفريق أول محمد زكي تفقد إحدى الورش الرئيسية للأسلحة التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة وأسنى وزير الدفاع على الجهد الذي يبزله رجال إدارة الأسلحة والذخيرة لرفع القدرات الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات وحرصهم على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المتلاحق في نظم التسليح العالمية وصولا لأعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي لتشكيلاته ووحدات القوات المصلحة تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المصلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إحدى الورش الرئيسية للأسلحة التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة والذي يأتي في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المصلحة بالمتابعة المستمرة لعملية التطوير والتحديث للأجهزة والمعدات لمختلف الهيئات والإدارات التحصصية وذلك بحضور الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المصلحة وعدد من قادة القوات المصلحة واستمع القائد العام للقوات المصلحة لشرح مفصل لأسلوب العمل والتطوير الذي تنتهجه إدارة الأسلحة والذخيرة في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع في مجال التسليح كما افتتح مركز لتطوير الأسلحة الصغيرة بالورش الرئيسية والذي تم تجهيزه بأحدث النظم التكنولوجية المتطورة بما يمكن المختصين من تحقيق الاستفادة القصوى من المركز ومواكبة التطور العالمي في مجال الأسلحة الصغيرة أعقبه المرور على عدد من الأقسام المختلفة والتي تعمل وفقاً لأحدث أسليب التأمن الفني في مجالة الصيانة والإصلاح بما يدعم تحقيق التطور العلمي المتلاحق في تلك التخصصات وأثنى الفريق أول محمد زكي على الجهد الذي يبذله رجال إدارة الأسلحة والذخيرة لرفع القدرات الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات وحرصهم على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المتلاحق في نظم التسليح العالمية كما طلبهم بالعمل على تنمية المهارات العلمية والفنية لدعم منظومة التأمين الفني بالقوات المسلحة وفقاً لأحدث النظم الجودة العالمية مؤكداً أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقاً لأحدث النظم العالمية في كافة الأسلحة والتخصصات لحماية الوطن وصون مقدساته